تطور الانترنت التونسي ومن ثم تخريب مصدر المعلومة وقرصنة المواقع التي ترسل المعلومة ومن ثم المرور إلى ما يسمى بالديب باكت انسبكشن أو التحقيق العميق للمعلومات الالكترونية التي كانت تمر عبر الشبكة خاصة في البريد الالكتروني ثم في مراسلات فيسبوك والمراسلات الخاصة في تويتر إلى آخره الحجب التونسي كان تقنياً كان بسيط للغاية من الأول هو حجب اسم النطاق تونسين.com تكريز تونسينيوز.net نوات.ورغ سينل تي إلى آخره كانت سلسلة من الكاركتير أو من الأحرف ومن الرموز تضاف إلى فلتر معين أي زائر يحب يدخل الموقع الفلاني تعترض صفحة المعروفة وهي 404 وهي كذبة وغير صريحة لأن في الحقيقة تقنياً هي صفحة 403 ثم مع تطور الانترنت ووعي نظام التونسي أن حزب الموقع لا يؤدي بالضرورة إلى حزب المعلومة لأن المعلومة يمكن إرسالها بالبريد الالكتروني لأن المعلومة يمكن أن ترسل عبر تشفيرات أخرى كما الأرساس وغيرها قام باستعمال تقنية كلمات المفاتيح أنه أي رابط أي عنوان من فوق يعني يرال يحتوي على كلمة معينة مثل تونس نيوز أو نواات أو غيرها وكانت ثم كلمة مفاتيح معينة لا يمكن المغلوج إلى هذه المواقع بداتاً من تونس ثم اتطور التقنية تقريباً سنة 2008 إلى مسألة قرصنة المواقع التونسية وقرصنة المواقع التونسية أولاً جريمة تعاقب عليها دولياً لأنه هو اعتداء على بنية تحتية تقنية خارج الحدود التونسية ابتالي نظام بن علي كان مصادق على معاهدة معينة لكنه كان يخترق في المعادات هذه ويقوم بقرصنة مواقع إبرجي في فرنسا في أمريكا في السويد في الدنمارك إلى آخر فهو تعدي على بنية تحتية لبلدان أجنبية والغريب أنه في متابعتنا لقرصنة المواقع هذه أنه كانت قرصنة متزامنة في فترة زمنية معينة مثلاً أربع أيام ثلاثة أيام خمسة أيام كانت تستهدف تقريباً 15 موقع أو مدونة وتتم قرصنتها بشكل منتظم ومبرمج أنا شخصياً كنت أشتغل كما ذكرت مدير قسم مناصرة في موقع أصوات عدلمية وكان من دوري هو البحث عن طبيعة القرصنة وتقنياتها واكتشفنا أنه جزء من القرصنة كانوا يقوموا بها قرصنة أتراك وروس ضمن فريق من القرصنة اللي كان مدوجت في تونس طبعاً المرتزقة الإلكترونيوني اللي كانت دولة بن علي تستنجد بهم كانوا يشتغلوا بمقابل اللي أنه قرصان أنه يخترق موقع كان ياخذ فلوس الفلوس هذي من كانت تجيش كون كان يدفع الفلوس في القرصنة في الابيرات اللي كانوا يقرصنوا في المواقع التونسية اللي هي منشأة وتدار من خارج الحدود التونسية نعرفوا اللي وكالة التونسية الاتصال الخارجي كان عندها صندوق أسود وكانت تتمول في جرائد وفي صحفيين أجال من أجل مدح نظام بن علي قد تكون أن الصندوق الأسود هذي كان يمول القرصنة خارج أرض الحدود التونسية عملية القرصنة تقنياً وقانونياً كما قلت نعتبرها جريمة وكل الخبراء يعتبرونها جريمة الجانب الأهم والإجرامي الأكثر فيها هو حذف الأرشيف التونسي لأن الصحافة التونسية كما نعرف في التحت بن علي لم تكن تؤرخ ولم تكن تدون ولم تكن تكتب مع بعض الاستثناءات الأحزاب السياسية المعارضة التي كانت لها جرائد أو مطبعات ورقية أو مناشير كانت تدون الحالة السياسية أو بيانات الأحزاب والمنظمات الحقوقية الدولية لكن كل هذا الأرشيف كان يخزن في هذه المواقع أن تقوم قرصنة مثلاً موقع تونيسي نيوز أو موقع سينالتي أو موقع نوات أو موقع تونيسيين إلى غيره فهو محاولة إلى حذف تاريخ على الأقل عشر سنوات من تدوين الحدث أو التاريخ التونسي تمكن القرصنة أحياناً من سيطرة ومن فسخ قاعدات بيانات العديد من المواقع أعتقد موقع كلمة تعرض لقرصنا فسخة أرشيف ثمانية سنين موقع نوات تعرض لقرصنا فسخة أرشيف ستة شهور